بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتكم ودرس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء ولسه مكملين مع سلسلة المقارنات النهاردة هنأخذ درس جديد من دروس سلسلة المقارنات وزا ما احنا شايفين معانا هنأخذ النهاردة سخور متساقطة من اليمين ومن اليسار كدو تمسة دي سنيسترا ديسترا ده الإشارتين اللي احنا هنأخذوا من النهاردة ونفرق بينهم ونعرف الأسئلة اللي بتيجي عليهم سواء كانت الأسئلة الصحيحة أو الأسئلة غير الصحيحة الإشارتين اللي اتنين زا ما احنا شايفين هم الدول إشارتين الاتنين ونسيالي دي بريكلو إشارتين من إشارات الخطر ونسيالي دي بريكلو يعني إيه سنيالي دي بريكلو؟ السنيالي دي بريكلو اللي ما يعرفه شي عبارة عن مسلسات خلفيتها أو حوافها حمراء مسلسات حوافها حمراء موجود جواها الخطر اللي هم عايزين يعلنوا عنه الخطر اللي معايا عبارة عن جبال سخور متساقطة من على اليمين أو من على اليسار فيه جبل هنا آيل للسقوط أو سخور متساقطة أو آيلة للسقوط من على اليمين أو من على اليسار يبقون سنيالي دي بريكلو كي برونوتشا دي نورم دي تشينتو تشيكوانتا متري زا ما احنا عارفين دايما إشارة الخطر بتتواجد على بعد أو على مسافة 150 متر من الخطر يميع إشارات الخطر بتتواجد على مسافة 150 متر من الخطر اللي هم عايزين يعلنوا عنه ايه الخطر اللي هم عايزين يعلنوا عنه؟ كدوتا بيتر دي سينيسترا ايه دي ديسترا؟ سولة كالرجاطة يعني الطريق اللي احنا هنمشى عليه سواء كان على اليمين أو على اليسار خد بالك خد حذرك توخي الحذر أو توخي أقصى درجات الحذر والانتباه ليه؟ لأن فيه سكوت متساقطة من على اليمين ومن على الشمال على المصار أو على الطريق سولة كالرجاطة أبورتانتي مدراري لفولوشيطان يبقى احنا مطلوب مننا برضو واحنا دخلين على الإشارة دي ان احنا نعمل ايه؟ مدراري لفولوشيطان خفف سرعتك او خفف سرعة السيارة تمام كده؟ يبقى توخي أقصى درجات الحذر والانتباه كمان أخفف سرعة السيارة علشان أتفادى السخور اللي هي على المصار نتيجة تساقطها من على الجبال طيب نونيفيرو كيفيتاتو السورباسو يعني ما يجي حد يقول لك هنا ان هنا بيمنع هنا التجاوز عند تواجد هذه الإشارة تقول له فالسو الإشارة دية يا شباب ما بتمنعش ما بتمنعش السورباسو يبقى هنا كدوتو مالسا ديسترا ويه سينسترا ما بتمنعش السورباسو أو التجاوز نونيفيرو ايه فيتاتو السورباسو لما تسمع انه هو فيه سؤال بيقول لك فيتاتو دا سورباسو تقول له فالسو كمان هنا نونيفيرو كينونبو شرقلاري بيودي 30 كيلو متر في الساعة يبقى كمان هنا ما يجي لك سؤال ان انا بقول لك انا خفف سرعتك مش معنى خفف سرعتك يعني انك تمشي بسرعة 30 كيلو متر في الساعة لا خفف سرعتك وتمشي بسرعة مساوية او بتعادل سرعة الطريق اللي انت ماشي عليه ان كان 70 او 90 او 110 او 130 حسب سرعة الشارع او سرعة الطريق اللي انت ماشي فيه بتلتزم بالسرعة دي ومس صحيح ان احنا نمشي بسرعة ما تزيدش عن 30 كيلو متر في الساعة تمام كده شباب يبقى احنا معنا هيئة الاشارتين النهاردة همت كده تمسى ديسترا هيئة الجبل اللي على اليمين هنا هو وهنا في الجبل كده تمسى سينيسترا الجبل اللي على اليسار يفرق بين الاتنين وناخد بالنا من ديسترا وسينيسترا العربية بتاعت بتبقى ماشي هنا بالضبط هيئة على يمين يبقى الجبل والعربية بتاعت بتبقى ماشي هنا بالضبط الطريقة هوت ويبقى على يساري الجبل او الصخور المتساقطة ناخد بالنا من الحاجات دي هذه هي تلوتة ماسة دي سينيسترا الجبل هنا على الشمالة هو لو احنا ماشيين في الكارجاتة أو في المصار هنا بيبقى الجبل على يساري ولو احنا ماشيين في الطريق ده هو بيبقى الجبل على يميني والسخورة هي مثل ما احنا شايفين المتساقطة أو المنهارة من على الجبل اهي هذه الإشارة هي خد بالك طرق جبلية الجبال فيها قليلة للسكوت أو ممكن تتواجد الصخور أو الحصى المتساقطة من الجبال يبقى هنا ده بالنسبة للإشارة بتاعة كادوتة ماسة دي سينيسترا ناخد بالنا منها ونشوف كمان ان احنا لما نقابلها نخفص سرعتنا نلتزم سرعة الطريق وكمان ما نستعملش الفرمالة المفاجئة ما تمسكش فرمالة مفاجئة علشان خاطر ما تصطدمش بالسخور وكمان هنا كمان بيمنع ان احنا نتوقف نعمل سسطة لمدة طويلة نتيجة نتيجة تساقط الصخور أو الأحجار والإشارة تمام ما بتمنعش التجاوز وما بتمنعش ان احنا نسوء بسرعة نسوء بسرعة اللي ممكن تجيلي على هذا النوع من السؤال نفرج على الأسئلة اللي ممكن تجيلي على هذا النوعية من السؤال من الأسئلة اللي بتيجى على هذه الجزئية هنا السؤال الأولاني السينيالي رفجراتو برونوتشا البريكلو ديكادوت ديماسا أول سؤال معايا هيت بيقول لي تعلم الإشارة الممثلة عن خطر سكوت الصخور كادوتا بريكلو على الخطر هو بريكلو دي كادوتا مسا كادوتا مسا اللي هي السخور المتساقطة أو الأحجار المتساقطة الإشارة عبارة عن إعلام عن خطر سكوت الصخور يبقى أقول له فيرو تمام كده سواء كانت الإشارة دي بتاعت السخور المتساقطة المتساقطة من على الشمال سينيسترا أو الإشارة التانية اللي هي السخور المتساقطة من على اليمين ديسترا أو سينيسترا اللي اتنين تمشي معهم السؤال دي يعني لو جاب لك الإشارة التانية برضو على نفس السؤال ده تبقى فيرو هما الاتنين مع بعض يمشون فيرو يبقى نقول له فيرو سواء جاب لي الإشارة ديت أو جاب لي الإشارة التانية بتاعت ديسترا أوكي ندخل على السؤال التاني الإشارة بتعلم عن جزء طريق قد تتواجد الصخور على المصار الإشارة الموسلة عن جزء من الطريق غير ممهد أو غير صالح بتتواجد في الصخور على المصار بتاعه صولة كاريت جاتا أقول له وطبعا لو جاب لي الإشارة التانية برضى يعني جاب لي البريكلو بتاع الجبل أو الصخور المتساقطة من على إليا سارة من على اليمين أقول له برضو يبقى الاثنين مع بعض برضو لو جاب لك أي واحدة منهم مع السؤال ده تقوله فيرو وما تقلقش هنا بقى جاب لكلمة إيه في السؤال دي جاب لكلمة سينيسترا ناخد بالهية بقى كلمة سينيسترا لو جاب لك الإشارة التانية بتاعت ديسترا بتاعة السخور المرساقطة من على اليمين هتبقى فالسل إنما هنا جاب لي سينيسترا يعني بيقول عند تواجد الإشارة الممثلة أو تعلم الإشارة الممثلة عن خطر سكوت السخور من على اليسار على المسار يبقى هنا خطر السكوت التي تتساقط من على اليسار في المسار يبقى هنا الأحجار بتقع أو بتتساقط من ناحية اليسار سينيسترا سولة كاريجاتا من على في المصار يبقى هنا أقول له فيرو لأنه جاب لي هنا سينيسترا لو عكس للصورة التانية هتبقى فالسو يبقى هنا سينيسترا لأنه هنا السخور بتقع من ناحية اليسار سينيسترا أما الإشارة التانية لو جابها لي تبقى فالسو ناخد بالي برضه من كلمة سينيسترا وكلمة ديسترا لو جاب لي معهم الصورة دية أو الصورة التانية يبقى بتربط سنسترا مع الجبل ده اللي على الشمال وديسترا مع الجبل اللي على اليمين الإشارة التانية ندخل على السؤال الآخر هنا برضو السؤال بيقول لي عند تواجد الإشارة الممثلة يجب عليك تخفيف السرعة مدراري لفولوجيطاها يا شباب مدراري لفولوجيطاها خفف سرعتك يجب عليك أن تخفف سرعتك ليه؟ يعني تمنع الاستضامة بالصخور المتواجدة على المصار لو أنت دربت فرمالة فجأة ممكن تصطدم بالصخور اللي وقع من على الجبل أو من اللي متواجدة على المصار يبقى نقول له نحن نخفف سرعتنا مدراري لفولوجيطاها سواء ديك أو التانية برضو تمشي الإجابة صحية تمام كده يبقى في الاتنين مع بعضهم إشارتين سواء ديسترا سنسترا مع السؤال دي هنقول فيرو يبقى أربعة فيرو ندخل على السؤال اللي بعد كده يعني هنا بيقول لي عند تواجد الإشارة الممثلة ينصح بعدم الوقوف على جزء الطريق اللي فيه الخطر يبقى أنت ممنوع أنك تعمل سوستا لونجا سوستا لونجا لونجستا سوستا اللي هي الوقوف الطويل إفتواري لونجا سوستا ما تعملش توقف لمدة طويلة عند المكان اللي فيه الخطر أو بيهددوا الخطر اللي هو تساقط الصخور طبعا هنقول له فيرو ممنوع أنك تعمل سوستا يعني وقوف لمدة طويلة سواء الإشارة دي بتاع سنسترا أو الإشارة بتاع ديسترا اللي اتنين مع بعضهم هتقول له فيرو ما فيش فيهم مشكلة سواء ديت أو ديت تمشي مع السؤال فيرو إبقى غير ده فيرو غير ده فيرو ندخل على السؤال بعد كده اللي معانا السؤال رقم 6 السنيال لرفجوراتو برونوتشا قون ترطد استرادا كون كنتيرا استرادالي كون كنتيرا استرادالي ده كنتيرا استرادالي يا شباب لا الكنتيرا استرادالي إذا ما احنا عارفين أشغالة الطريق أو أعمال على الطريق لابد أن يكون خلفية الإشارة إيه؟ جلا صفرة لو كانت خلفية الإشارة صفرة تعرف أن فيه أشغال على الطريق وطبعا ده ما بيقاش فيها خلفية صفرة في السؤال أو في الجزئية دي ديبقى هنا تشير الإشارة إلى جزء طريق غير ممهد بسبب أشغال على الطريق طبعا أقولك تقول له فلسون ونت متطمن لأن ده مش إشارة كنتيرا استرادالي أشغال الطريق لأن طبعا أشغال الطريق الخلفية بتاعتها في أي إشارة بتكون جلا صفرة تعرف كده؟ كلمة كنتيرا استرادالي وما فيش فيها خلفية صفرة تقول له على طول فلسون ديبقى ده نقول عليه فلسون سؤال آخر السينيال رفجراتو برونوت شاون ترتد استرادا دي فورماطا تعلم الإشارة الممثلة عن جزء غير ممهد من الطريق جزء طريق غير ممهد استرادا غير ممهد استرادا دي فورماطا طبعا الإجابة هتكون إيه؟ فلسو ده مش استرادا دي فورماطا دي كده تمسة إيه سينيستر يبقى دية هنقول فلسو استرادا دي فورماطا اللي هي الإشارة اللي فيها الاتنين اللي هم جابلين صغيرين أو مطبين اتنين صغيرين جنب بعضهم كده هو ده اسمها استرادا دي فورماطا مش هي دية الإشارة يبقى نقول له إيه فلسو سينيال رفجراتو برونوت شاون ترتد استرادا دي فورماطا فلسو تاخد بالك برضو استرادا دي فورماطا على دية أو على التانية تبقى فلسو سواء جابلك دية أو جابلك التانية على طول اللي اتنين هنقول عليهم فلسو السؤال الثامن السينيالي يعني هنا بيقول لي تشير الإشارة أو تعلم الإشارة ممثلة أنه من الضروري استعمال آلة التنبيه في السيارة التلاكس بتاع السيارة سوناري يعني تشتغل تضرب تفضل تضرب بالتلاكسات للعربية اللي قدام منك طبعا الإجابة فلسو الإشارة الممثلة تعلم أنه من الضروري أن تستعمل باستمرار آلة التنبيه أقول له فلسو يبقى سوناري يعني استعمال آلة التنبيه بتاع السيارة اللي هو يقصد بها التلاكسون أقول له فلسو سواء كان جابلك الإشارة اللي هي سينيسترا أو جابلك الإشارة اللي هي ديسترا اللي اتنين فلسو عشرة السينيالي رفجراتو برونوتشا انتردت دسترادة كيكوا فيتاتو قصور بصو طبعا نقولت لك لو جابلك ممنوع فيتاتو قصور بصو مع الإشارة اللي الاتنين هتقول له فلسو لأن الإشارة ديها ما بتمنعش إنك تعمل قصور بصو لو قالك فيتاتو أو تقول له فلسو لكن قالك نون فيتاتو يبقى كلمة نون ده يعني نافاها في الحالة اللي هي تقول لك فيرو لكن قالك فيتاتو لوحدة يعني بتمنع التجاوز أقول له فلسو لا تمنع التجاوز نون فيتاتو نون فيتا أو نون فيتاتو أقول له فيرو لكن فيتاتو تبقى فلسو سواء كانت مع الإشارة اللي هي كادو تمسى سينيسترا أو كادو تمسى ديسترا اللي اتنين يمشوا مع بعضهم أقول له فلسو يبقى الاتنين فلسو مع فيتاتو الصور بصو لكن لو نافاها لك وحطي لك نون طبعا تبقى إيه فيرو طبعا مش هتبقى بالصورة ديت لأن احنا جايبين كل الأسئلة المتواجدة الصحيحة وغير الصحيحة هيبقى دولة كل الأسئلة المتواجدين مش هيقلف هو سؤال آخر من عنده السؤال العاشر هنا بتقول الإشارة تعلم الإشارة أو تعلم اللافتة الممثلة إلى طريق في حالة سيئة أو غير مرصوف في طريق غير مرصوف أو طريق في حالة سيئة طبعاً الإجابة هتكون فالسو دي طريق مش في حالة سيئة أو طريق غير مرصوف ده عبارة عن سخور متسقطة من على اليمين أو من على اليسار يبقى أقول له فالسو استرادة انكتفوستاتو ريطة يعني طريق غير ممهد أو طريق غير سليم أو طريق سيئة هو عا播 تنخدع وتقول فالسو ده مش طريق غير منتظم أو غير مرصوف فالسو بعد كده عند 11 السينيالر فجراتو برونوشا البريكلو دي كادوتا دي ماسا اديسترا شفت هنا بجاب لك هنا ايه اه هنا تعلم الاشارة الممثلة عن خطر تساقط الصخور من على ايه اليمين ناخد بالنا هنا بقى لان هنا جاب لي من على اليمين ديسترا يتفرق بقى لو جاب لك الاشارة التانية بتاعة سينيسترا تبقى فالصو لكن هنا بالنسبة لديسترا هنا تبقى صح مع الاشارة دي وكلمة ديسترا اليمين تبقى صح انما هو هنا بدل الاشارة تبقى فالصو شال كلمة ديسترا وخدت بكلمة سينيسترا تبقى فالصو يبقى اللي اتنين ده مربوطة مع ديسترا خلاف كده تقول فالصو تمام كده يبقى هنا في الحالة دي صح تعلم الاشارة الممثلة عن خطر تساقط الصخور من على اليمين تبقى فيرو تمام كده يركز اوي في التعابيرات الصغيرة ده هي ديسترا سنيسترا كونسنتيتو نون كونسنتيتو في سولو توتي الألفاظ ديت كلها بتعمل تغيير في الإجابة تحت السؤال على طول السينيال رفجراتو برونوتشا انتراتو ديسترادا وستاتا تبريكولو دي بريزينسا دي بيتري سولا كاريجاتا عند تواجد الإشارة أو تعلم الإشارة الممثلة على جزء طريق قد يواجه خطر ايه هو الخطر السخور المتساقطة على المصار خطر تساقط السخور على المصار طبعا الإجابة هتكون فيرو سواء كانت الإشارة ده هي بتاعة بريكولو كادوتو ماسا ديسترا أو الإشارة التانية اللي هي كادوتو ماسا سنيسترا اللي اتنين تمشي مع السؤال ده تبقى فيرو تمشي مع السؤال ده لو خطر تواجد سخور على المصار هو قالك على المصار السولا كاريجاتا فقط ما قالكش بقى ديسترا ولا سنيسترا طبعا ما حددش يمين ولا شمال قالك على المصار يبقى الاتنين يمشوا مع بعضهم صح ندخل على السؤال اللي بعد كده السنيالي رفجراتو برونوتشا البريكولو دي كادوتا بيترو دي بارت روكروزا بارت روكروزا هنا يعني السؤال بيقولي تعلم الإشارة الممثلة عن خطر سقوط سخور سخور بارت روكروزا دي اللي هي السخور الصخرية أو الجدار الصخر تعرفها كده أو تحفظها زي ما هي كده السخور أو الجدار الصخر يعني الإشارة الممثلة تعلم عن سقوط سخور من الجدار الصخر الجدار الصخر اللي هو يقصد به إيه إيه الجبل أو الجدار الصخر يقصد به الجبل سواء كان سنيسترا أو سواء كان ديسترا الاتنين الاشرطين مع بعضهم بيمشي مع الإجابة بتاعت السؤال ده عبارة عن خطر سكوط السخور من الجدار الصخر صخري فيرو بارتي ركروزو اللي هو الجدار الصخري فيرو سواء كان قلت الإشارة الممثلة الاتنين تمشي معاهم نقول فيرو ندخل على الـ 14 البرزينسا البرزينسا ديستميال رفجراتو بورطوني مدرار للافولشيطا بريفتواري أورطالي إفنتوالي ماسا كدوتا سو لكار ريجاتا نفس السؤال ده يا شباب متكرر قلتلك بس هنا مع الإشارة التانية اللي هي كدوتا مأس ديست ريب هنا بيقول في السؤال عند تواجد الإشارة الممثلة يجب عليك تخفيف السرعة مدرار للافولشيطا تخفيف السرعة علشان تتجنب الاصطدام بالصخور المتواجدة على المصار أو ساقطة على المصار أنا قلت السؤال ده في الأول سواء كان جاي على الإشارة دية أو الإشارة التانية هيبقى فيه ريب الإشارة السؤال ده متكرر بس هنا جاي مرة على اليمين ومرة على الشمال في كلتا الحالات الاتنين مع بعضهم طالما قال كدوتا مأس سولا كاريجاتا أقول له فيرو مدرار للافولشيطا أقول له فيرو سواء كان جاي بديت أو التانية بتاعة الشمال كدوتا مأس سينستر ندخل على السؤال اللي بعد كده البنزينسا البنزينسا لفجراتو بزونيا فارئ يعني هنا بيقولك برضو هنا تعلم الإشارة الممثلة أو عند تواجد الإشارة الممثلة يجب عليك إن التامل يكون شديد الانتباه يجب الانتباه لوقوف العربات التي تسبقك بشكل مفاجئ العربيات اللي قدام منك تقف بشكل مفاجئ ممكن تصطدم بها على طول يبقى أنت خفف سرعتك علشان تتجنب الاستضام بالعربات التي تسبقك بشكل مفاجئ العربية اللي قدام مني وقفت فجأة نتيجة وجود صخور أو أحجار على المصار أنت ماشي بسرعة فممكن تقوم مصطدم بالعربية اللي قدام منك فيجب عليك أنني تأخذ بالك بزونيا فاري التنسيوني بزونيا فاري التنسيوني ناخد بالنا وناخد حذرنا علشان خاطر نتجنب بوسيبل بروسكو فرينتالي دي بارتي دي فيكوليك كي بروتشيدر يعني ناخد بالنا علشان ما نخبطش أو ما نصدمش في العربية اللي قدام مننا بشكل مفاجئ وتمشي السؤال ده فيرو مع الإشارة بتاعت كادوتا ماسا ديسترا وكادوتا ماسا سينيسترا اللي اتنين مع بعضهم تمشي فيرو اللي اتنين مع بعضهم تمشي فيرو سواء جابلك دية أو التانية سؤال آخر السينيال للفجرات برونوشا وانترات ديسترادة استروتشا شوف اللي هي هنا طريق طريق زلك الإشارة بتشير أو تعلم الإشارة عن طريق زلك تعلم الإشارة عن طريق زلك دي طبعا مش طريق زلك ولا حاجة ده عبارة عن سخور متساقطة من على اليسار هنقول له فالسو يبقى ناخد بالنا برضو من الكلام ده عبارة عن سخور متساقطة وليست استرادة استروتشا شوف يبقى نقول له فالسو بعد كده معنا السؤال سينيال للفجرات برونوشا اونستراتوية أديسترا يعني تشير أو تعلم الإشارة عن طريق تضييق للطريق من على اليمين طبعا هنا ما فيش تضييق ولا حاجة ده هنا كدوتا مسا أو بيتري ديسترا يبقى نقول له فالسو دي مش استراتوية ديسترا ولا استراتوية سينيسترا ما يتحكش علينا يبقى نقول له فالسو سؤال آخر سينيال رفجراتو برونوشا انترات دسترادة دوفي نون بو شوركولاري اللاترو 30 كيلو متر في الساعة عن أورا 30 كيلو متر الأورا هنا زي ما قلت لك أن الإشارة تشير الإشارة الممثلة إلى جزء من الطريق لا يمكن السير فيه بسرعة أكبر من 30 كيلو متر في الساعة قلت لك الإجابة فالسو فالسو ليه لأن هنا السرعة مش محددة أنك تمشي ب30 أو تمشي ب50 بمشي بسرعة بتساوي أو بتعادل سرعة المسار أو سرعة الطريق اللي نماشي فيه وليست محددة بسرعة يبقى أقول له فالسو ما نتحكش علينا ويقول لك أن هنا فيتاتو سورباسا أقول له فيتاتو شوركولاري كون لاترو أو كون فلشتا لاترو 30 كيلو متر في الساعة أقول له بسرعة بتعادل سرعة الطريق هو بيقول لي خفف سرعتي وما بيفرضش علي سرعة معينة يبقى نقول له هنا فالسو السؤال بعد كده السينيال رفجراتو برانوتشا بوسبل جرانداتا اللي هي الجبال أو العواصف السلجية العواصف السلجية السينيال رفجراتو الإشارة بتشير إلى احتمال هبوب عواصف تلجية عواصف تلجية يبقى طبعا الإجابة فالسو ده مش عواصف سلجية أو تلوج متساقطة ده مش تلج متساقط ده عبارة عن سخور وليست سلج يبقى نقول له فالسو بعد كده عندي 20 السينيال رفجراتو برانوتشا بيانكينا شديفلو بيانكينا شديفلو اللي هي طريق قابل للسخوت جسر أو جنب من الطريق قابل للسخوت بيانكينا شديفلي فالسو بيانكينا شديفلي فالسو يا شباب ده مش بيانكينا شديفلي ده كدوتا ماسا ديسترا يبقى نقول له فالسو سؤال آخر السينيال رفجراتو برانوتشا انتراتو دسترادا نون اسفلتاتا هنا تشير الإشارة أو تعلم الإشارة إلى طريق غير مرصوف طبعا الإجابة هتكون فالسو ده مش طريق غير مرصوف ولا حاجة ده عبارة عن كدوتا ماسا ديسترا ده كل الأسئلة اللي متواجدة عندنا سواء كانت الأسئلة الصحيحة أو الأسئلة غير الصحيحة بخصوص الإشارة بتاعت كدوتا ماسا ديسترا سينيسترا سولا كاريجاتا تساقط السقور من على اليمين أو من على اليسار على المصار تاخد بالك قوي وتعرف الديمين واليسار ويجاب لك أي حاجة تانية مش مرتبطة بالإشارة بتقوله حضرتكم على حسن الاستماع وحتى ألقاكم في درس جديد من دروس سلسلة المقارنات من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء لكم مني خالص المونى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته